أكد وزير خارجية والهجرة بدر عبد العاطي على موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاختيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا في مستهل زيارته للعاصمة اليابانية توكيو للمشاركة في الاجتماع الوزري لمؤتمر توكيو الدولية للتنمية في أفريقيا تيكاد حيث سلم عبد العاطي رئيس الوزراء اليابانية رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقة الثنائية ومتبعة مجالات التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصرية واليابانية الصديقين وأوضح عبد العاطي أن مصر تحرص على توسيع مجالات التعاون من خلال إضافة مجالات جديدة كالذك الاصطناعي والحوكمة والتعاون بين المؤسسات ومراكز البحث لتبادل ونقل الخبرات فضلا عن تعزيز السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر من جهته أشار كشيدا إلى أن مصر شريق هام للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبرى تلعب دورا محوريا وهاما في منطقة الشرق الأوسط لافتا إلى أن بلاده تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة وعرب كشيدا عن تأييد بلاده لجهود المصرية الرعمية لخفض التصعيد واستمرار إرصال المساعدات لغزة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر